موسيقى اهلا بك عزيزي المشاهد في برنامج اسألوا ولا انتسوقوا تعالوا الاسبع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة باتفاق المسلمين والنصارى المسيح ولد بمعجزة الهية بدون زواج وفي اول انجيل ماته بيوجد للمسيح تقريبا ستة وستين قب وجد وهو ليس له نسب اصلا فمن اين جاءوا بهذه الانساب او الانزيل الاسماء كلها بداية انا معرفش اللي بيسأل السؤال جاب منين رقم ستة وستين فده اعتقد انه مش دقيق لكن مش ده موضوع كمان فكرة ان المسيح جه بمعجزة عشان يبين قدرة الله انه قوية وعظيمة الفكرة دي نفسها مش قوية ومش منطقية اولا لان قدرة الله واضحة جدا في الخلق والطبيعة وكل حاجة حوالين ولو كان ولادة المسيح المعجزة هي اللي هتبين قدرته فزنب الناس اللي قبل المسيح بالاف السنين ايه؟ كمان فكرة انه زي ادم مش منطقية لان ادم كان اول الخليقة وطبيعي جدا يكون بدون ابو ام لكن ولادة المسيح بالشكل ده لها اسباب تاني منها انه باعتباره هو الله الظاهر في الجسد مش ممكن حييجي الله زي اي انسان كمان لو المسيح اتولد بزرع بشر من ابو ام يعني كان هيورس خطيه ادم طبيعته الفاسدة وبكده ماينفعش يفدي الانسان لانه من شروط الفادي يكون بلا خطيه وإلا هيكون هو نفسه محتاج لليف ديه السؤال مبني على ان المسيح مالوش نسب اصلا مين قال الكلام ده؟ المسيح جاء من مريم العزراء بالجسد وطبعا هي لها اب وجدود واتذكره زي ما قال السائل في الانجيل ففين المشكلة؟ فلو كان السؤال عن موضوع انه مالوش اباء فبكده قلنا ان الاباء موجودة من ناحية امه العزراء وكمان كان قدام الناس هو ابن يوسف النجار ومنسوب له ايضا والاجداد يوسف اما لو منين جاءت الاسماء فده لان اليهودية ديانة ابائية فما بتقبلش اي حد يدخلها غير منهم وكان كل يهودي يفتخر بحفظه لسلسلة نسب عيلته عشان كده كان نسب المسيح حسب الجسد معروف ومسبت عزيز المشاهد فكر في القناة ادرسوا كويس ومستنين لك الحلقة الجاية ومستنين اي سؤال عندك مهما كان عشان برنامجنا اسمه اسألوك ولا انت سوقكو موسيقى